اشتركوا في القناة في عيد الفطر المبارك فقد رفع مجلس الوزراء أسماءات التهاني وخالص التبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظهم الله كما هنأ المجلس المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة سائلا المولى عز وجل بأن يعيدها على القيادة الرشيدة بالخير والبركة وموفور الصحة والعافية وعلى الشعب البحريني العزيز بمزيد من التقدم والرخاء في ظل عهد جلالة العاهل المفدة وأشهد مجلس الوزراء بنجاح أعمال القمتين الخليجية والعربية الطارئتين والقمة الإسلامية الرابعة عشرة التي رأس وفد مملكة البحرين فيها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة مشيدا المجلس بما عكسته الكلمتين الساميتين التي وجههما جلالة العاهل المفدة من رؤى وبما احتوته من مضامين تدعم التضامن الخليجية والعربي والإسلامي وتعزز الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة الأنظمة التخريبية والتصدي للإرهاب ومموليه والتأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة الكاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لمبادرة السلام العربية ولحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة كما أشهد المجلس بالدور القيادي الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين بدعوته إلى انعقاد هذه القمة الخليجية الطارئة والقمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية من أجل جمع الكلمة وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار فيها ورحب مجلس الوزراء بالبيانات الختامية الصادرة عن هذه القمم وخصوصا بياني القمتين الخليجية والعربية الذين أكدا على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف في مواجهة التحديات وفق إرادة مشتركة وجاءت كباقي قمم مكة تصب في مصلحة وحدة البيت الخليجي واستقراره وضمان الأمن القومي العربي والإسلامي معربا المجلس عن استنكاره التام لموقف قطر وتراجعها عما تم الاتفاق عليه في القمتين الخليجية والعربية مؤكدا أن من يتراجع عن تأييد مثل هذه المخرجات السامية يقدم للعالم أجمع ولدول مجلس التعاون والدول العربية ارتباطه بأجندات تتعارض مع ما ذهبت إليه القمتان الخليجية والعربية في الحفاظ على الأمن الخليجي والعربي والإسلامي واستنكار التدخل في الشؤون الداخلية لدوله أو استهداف أمنها واستقرارها مبديا المجلس استياءه كيف لدولة عضو في مجلس التعاون وجامعة الدول العربية أن تتراجع عن دعم ما يعزز الكيان الخليجي والعربي ويحافظ على أمنهما واستقرارهما وضمن هذا السياق فقد قدم معالي وزير الخارجية تقريرا تضمن أهم النتائج والقرارات الصادرة عن تلك القمم بعدها هنأ صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المتفوقين والناجحين في امتحانات الثانوية العامة والإعدادية متمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعمليات المستقبلية وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة فقد أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على حرص الحكومة على رعاية وتنفيذ البرامج التي تحافظ على البيئة ومكافحة مسببات تلوث الهواء ومعالجة آثاره ومساندة المجتمع الدولي في جهوده للحفاظ على البيئة العالمية بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية أولا بحث مجلس الوزراء وضع تشريع يتيح التدرج في العقوبات التأديبية المعمول بها في القوانين المنظمة للمهن كالمحماء والطب والهندسة والصيدلة بما يكفل تحقيق المزيد من العدالة في إنزال العقوبات التأديبية وفرض عقوبات جزائية تتناسب مع طبيعة المخالفات في حال قيام أصحاب المهن بمخالفة القوانين أو الإخلال بواجباتهم بحيث تسبق عقوبة الوقف عن مزاولة المهنة وإلغاء الترخيص التدرج في العقوبات كالتحقيق الشفهي والإنذار الكتابي والغرامة المالية ثم التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة محددة ثم إلغاء الترخيص والحرمان نهائيا من مزاولة المهنة وقرر المجلس بعد بحث المذكرة المرفوعة لهذا الغرط من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني المحامى وتنظيم مزاولة المهن الهندسية والمراسيم بقوانين بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ومزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة وتنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية ثانياً وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع وذلك للتعاون بين الجانبين في مجال اكتشاف ورعاية الطلبات الموهبين بمختلف المجالات وتبادل الخبرات وإثرائها بين طرفيها في مجال الموهبة والإبداع وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة ثالثاً في إطار التجهيزات اللازمة لتوفير أفضل الخدمات للاتصالات المتنقلة وتشجيعاً للاستثمار في شبكات هذا الجيل بما يتواءم والريادة العالمية لمملكة البحرين في توفير مثل هذه الخدمات فقد وافق مجلس الوزراء على ألية وشروط تخصيص السعات والترددات في مختلف النطاقات بما فيها النطاقين 800 و 2600 ميجا هيرتز و 3400 إلى 3700 ميجا هيرتز وذلك لتوفير أفضل الخدمات بما فيها خدمات الجيل الخامس وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم رابعاً وافق مجلس الوزراء إطلاق الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان القولون في مملكة البحرين والذي سيتم تنفيذه من خلال مستشفى الملك حمد بالتعاون مع وزارة الصحة وتحت إشراف المجلس الأعلى للصحة باعتباره جزءاً من الخطة التنفيذية لمكافحة السرطان للأعوام 2016-2025 والذي عرضته سعادة وزيرة الصحة من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض وتستهدف هذه الحملة الوطنية الذكور والإناث في الفئة العمرية من 45 وحتى 75 سنة وستشمل المرحلة الأولى من الحملة خمسة آلاف شخص من محافظة المحرق ثم تعمم على بقية المناطق ويهدف المشروع للوقاية الأولية من سرطان القولون والاكتشاف المبكر له وتفعيل الشراكة المجتمعية لمكافحة هذا المرض خامساً بحث مجلس الوزراء وضع الإعلانات على بعض المباني الحكومية والمنشآت والملاعب الرياضية وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية المذكرة المرفوعة من سعادة وزير الشباب والرياضة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر